بسم الله الرحمن الرحيم ولادي وحبيبي طلبة برايماري فور هنكمل كلامنا سواء عن الفيول ونعرف عنه ومعلومات اكتر ما تنسوش لو دي اول مرة تشوفونا ياريت تعملوا سبسكرايب للقناة وياريت كمان تنضموا لينا على التليجرام وعلى الفيسبوك الجروب والبيج هتلاقوا اللينكات موجودة في الديسكريبشن بوكس سندوق الوصف تحت الفيديو ياريت كمان لو استفدتم من القناة تنشروها ما بين اصحابكم وحبايبكم وياريت تفرحوني بلايك على الفيديو يلا نكمل سواء ونعرف اكتر عن الفيول وإيه هي زي ما تكلمنا وعرفنا المرة اللي فاتت ان انا عندي حاجة اسمها فيول والفيول ده اي حاجة لما نعمل لها تدينا ثيرمل انرجي وشفنا اشكال ليها زي الكول وزي الجازولين وزي حتى الود طيب بس مش كلهم زي بعض يعني الفيول دي فيه منهم انا عندي two types من الفيول حاجة اسمها والتانية اسمها يعني ايه بايو بايو دي لما بتيجي في اي اول كلمة كده حتى اكيد انتم سمعتوا اخواتكم اكبر منكم او اي حد قريبنا كبار شوية في سنة ويقولك ده بياخد بايولوجي اه كلمة بايو دي لما تيجي قبل اي كلمة معناها ان الحدوتة داخل فيها living organism يعني مثلا لما ايجي اقولك بايو فيول يعني فيول ليعلاقة بالliving organism هي دي الحدوتة بالزبط ده الفيول اللي اصلا made معمول اصلا من living organism that can be planted يعني ايه يا ميس برضو مش فهمة يعني انا لما اجي اجيب الود الخشب ده ده عبارة عن فيول وده على فكرة فيول اللي كان موجود يعني اجدادنا من زمان قوي لو عايزين فيول عايزين يعملوا كوكينج او يعملوا لنفسهم ابسط حاجة بيجيبوا شوية خشب كده ويحرقوه او يولعو فيه هو ده الفيول اللي بنتكلم عليه طيب ده فيول زي اي فيول ليه بقى قولنا علي انه هو من البيو فيول لان السورس بتاعه الاصل بتاعه منين الخشب ده احنا جايبينه منين جايبينه من التري يا ميس بالزبط كده والتري ده plant يعني living organism مدام فيول والسورس بتاعه او الاصل بتاعه living organism can be planted يعني من الاخر plant whatever بقى plant اسمها tree plant اسمها corn plant اسمها grass مهم انه هي plant طيب ادي اول اكزامبل قلنا لود وعرفنا عنه معلومة ان ده الاولست فيول اللي موجود من زمانه مكمل معنا لغاية دلوقتي حاجة تانية اسمها ايه ده احنا عارفين الكول بس ايه اللي ده بص ده فيه فرق ما بينه وما بين الكول العادي تعالوا نفهمه الكول اللي بنقول عليه كول ده اللي هو كده مخلوقة طبيعي عبارة عن حاجة كانت موجودة زمان plant مثلا كان موجود زمان وحصل له بقى decomposition وتعرض لحاجات كتيرة وديني في الآخر الكول المهم انه هي حاجة انا كهيومن مليش دعوة بيها حاجة ناتورال مشانا اللي عاملها اما التشار كول لا ده شجرة كبيرة كده وانا خدتها وقطعتها وحرقتها وعملت منها التشار كول ده يبقى تاني نفهم الفرق ما بين الاتنين الكول ده حاجة ناتورال مشانا اللي عاملها وده اللي بنجيبه بقى اكيد سمعته عنها فلسوشيا للمناجم منجم فحم يعني مكان كده موجود تحت الارض وانا طلع منه الكول اللي موجود اللي ربنا عامله اما التشار كول ده انا عايز اعمل فيول دلوقتي فحاجيب شوية شجر وقطعهم ووديهم المصنع اللي بيحرقهم لي ويديني التشار كول وصلت كده الفكرة طعا تعالوا نكامل التشار كول قولنا ده معمول من الودو ده طبعا على فكرة التشار كول ده اللي احنا بنستخدمه اه في بيوتنا وقت العيد لما بنشوي او عندنا كده حفلة وناس جايين يزورونا وحنشوي لهم على الشواية ده التشار كول ده اللي احنا بنشتريه من الرجل على طول بتاع الفحم يعني فيه كمان تقدر تشتغل او نقدر نعمل منها حاجة اسمها ممكن انتو ما تفهموش اوي الحدوتة دي لان موضوعها كبير شوية لكن عايزك تعرف ان فيه شوية بلانتس وغنانة قوي ممكن انت تكون شايفها ملهاش ايمة زي الجراس مثلا العشب كده اللي بيطلع اللي هي النجيلة اللي بتطلع في الارض دي او الكورن او الوود شابس كل دي اقدر استخدمها بطريقة معينة في مصانع كده واعمل منها بص الرسمة حتى بتعبرلك طبعا هي مش حقيقية لكن هي بتعبرلك ان فيه بلانت ممكن انت تكون مش مهتمي بيها او شايفها ان هي بس مجرد حاجة بناكلها لانها تديك بعد كده طيبس من الفيول اللي تقدر تخليك تشغل مصنع او تحرك عربية دي الاكزامبلز اللي عندنا للبايو فيول تاني بايو فيول يعني ايه يعني فيول السورس بتاعه living organisms سواء كان بلانت زي الوود والتشاركول او حتى بلانت عادي زي الجراس والكورن والوود علشان نعمل منهم الليكود فيول اهم حاجة اخد بالي منها ان البايو فيول ده من الرينيوابل فيول تاني يعني ايه رينيوابل يعني مش بيخلص يعني كان رينيو اتسلف تاني نقسم الكلمة كلمة تقري وبعدين نيو اللي هي جديد وبعدين ايبل رينيوابل يعني ايه يعني البلانت ده مش بيخلص ده احنا بنزرعه تاني ونغدو ويطلع تاني ونغدو ويطلع تاني اهو كان بي كونترينيوسلي رينيوود اس بلانت جرو طيب على قد ما هو البيو فيول ده رينيوابل انرجي ريسورس لكن لازم نحافظ عليه ليميس ما هو بالعقل كده تخيل لو انت خد تريس كتيرة او شجر كتيرة او يخدته علشان تعمل نفسك كود وتعمل نفسك تشاركول انت مسلا في عشر تيام قطعت الشجر ده هو الشجر ده علشان يبقى شجر اخد عشر تيام هتقول لي لأ هي دي بقى المشكلة انت لما استخدمت الوود ده اذا فايل انت محتاج تعمل كاتنج للتري اهو كاتنج للتري ده بفاستر ريت بالريت السريع اللي احنا بنستخدمه كلنا محتاجين وود كلنا محتاجين تشاركول كلنا محتاجين الفيولز دي كلها فاحنا محتاجين لنعمل كاتنج للتريز بريت اكتر اكتر من اياميس اكتر من الريت اللي هي بتعمل جرو بي فأنا حبقى عندي فترة كده أنا قطعت التريز ما عنديش تريز تانية فحنعمل حاجة مشكلة اسمها دي فورستيشن علشان تقسمها انت أكيد عارف ان كلمة غابة يعني فورست ايه دي فورست اهيه في النص وحط قبلها دي يعني تشالت الفورست دي وإيشن علشان تخليها نون تبقى دي فورستيشن يعني ايه يعني حاجة عملنا بيها ان احنا شلنا الفورست ما بقاش عندي غابة بكل بقى الفوايد بتاعة الفورست دي سواء بالتريل اللي بتديهاني بالليفنج أورجانيزم اللي عايشة فيها بكمية الأكسجن اللي البلانت اللي فيها بتديهاني بتنظيف القير اللي هي بتعملها كل الحاجات دي طبعا مشكلة وليها نيجاتف افكت على الانفيرومنت بتاع دي بيوصلنا لايه ان احنا لازم اه حنستخدم الفيول وحنستخدم الفيول وكل حاجة لكن لازم نعمل وعمل للحاجات دي علشان احنا مش عايزينها مش عايزينها تخلص لو خلصت انا حيبقى عندي مشكلة نكمل كلامنا ونشوف بيثبتلي الحدوطة اللي احنا بنتكلم عليها دي ازاي قال لي هنا ان يعني ايه يا ميس يعني الشجر اللي انت شايفها قدامك دي ممكن طول السنة تكبر كده كم سنتيمتر ده فيه علشان توصل للهاي بتاعها اللي احنا شايفينه ده محتاجة قد عمرنا احنا كهيومن يعني النخلة مثلا لو تعرف علشان توصل اللي طولها ده محتاجة مثلا سبعين تمانين سنة وانت تيجي تقطعها في ثانية علشان تاخد شوية هو ده اللي بنقول عنه الجرو بتاع التري دي بياخد طايم كبير اوي ممكن يوصل للطايم بتاع حياة بني ادم كاملة احنا كده فهمنا الطايم الاولاني من الفيول اللي اسمه تعالوا نفهم الطايم التاني اللي هو اسمه فصل هي نفس الحدوتة هو فيول برضو وميت برضو من حاجة بس بص هنا من برد يعني يعني الحدوتة الشبه اللي فارت هي شبه من حيث ان هي ومن حيث ان هي ممكن تبقى جاية من زي ما شفنا في لكن هنا البلانت ده اللي عندي ده ليه مواصفات خاصة ده بلانت حصل له ضاي يعني مات او وحصل له ضاي وكمان يعني بعد ما ضاي ده كمان الدفن وحصل له دي كومبوزيشن وقعد آه يعني خد موضوعه وقت اطول خد حدوتة تانية مش مجرد وقطعت الوود بتاعها ودخلته المصنع وحرقته واستخدمته الفصل فيول ده بيحتاج لونج بريود وفتايم علشان يتكون اكيد سمعته عن الحاجات دي في السوشيال وواحد منهم لسه قايلينه حالا الكول اهو ما احنا قلنا الكول ده جاي من بلانت زي وزي اللي تشاركول لكن التشاركول ده انا عملته وقت انا عايزة دلوقتي تشاركول اطعت الشجرة ودخلتها المصنع تلع لتشاركول لكن الكول نفسه لا مش انا اللي بعمله ده بيطلع لي لوحده كده ربنا اللي عامله البلانت زمان خالص من مليون زوف يير مات واللي ريمين حصل لها يعني بدأت تتحلل شوية كده لغاية ما عملتلي لوحدها انا ما ليش دعوة الكول طيب الاكزامبل التاني بتاعنا اسمه الايل او الناتشورال جاز الناتشورال جاز ده اكيد تعرفوه ده اللي بنشغل بيه البوتاجازات في بيتنا والايل ده ممكن نعمل منه الجازولين اللي هو بنحطه في الكار علشان نمشي ونتحرك بيها طيب ايه الفرق ما بين الايل الناتشورال جاز دول والكول اللي اتنين نفس الفكرة بص اللي اتنين اهو الفكرة ريمين اف مين الود ريمين اف انشنت بلانت يعني اسمش عجباني انشنت دي هي اصلا يعني ايه انشنت يعني ادي مقوي طب لو قلتها اولد مش هقولك لأ اولد شغلة برضو طيب اما الايل والناتشورال جاز مش بلانت ده ممكن بقى تبقى فش ممكن تبقى ويل احنا ونصر طيب نبقى فهمنا السورس بتاعهم ده جاي منين الفصل فيول دي خلي بالك دي نان رينيوبل ليه ميس علشان انا مش هعد ملايين سنين تاني علشان يطلع للكل وخلص لكن البلانت وكت بزرعه يطلع بزرعه يطلع بالزبط كده علشان ده يبقى الفصل فيول ده نان رينيوبل اما البايو فيول ده كان رينيوبل طيب اوف فيول يبقى فهمنا ايه هما الطايبس اوف فيول سواء كان بايو فيول اوف فيول وعرفنا كمان الاكزامبلز بتاعته المرة الجاية بازن الله حنشوف ازاي الكل ده بالزبط حصل له ونشوف حاجة تانية من الريسورسز اللي هي رينيوبل ريسورس ونتكلم عنها ونعمل ما بينها وما بين الايل ده كومبير يا رب يكون الدرس بقى اسهل وابسط ذكروا كويس واتمنى لكم كل التوفيق ترجمة نانسي قنقر